تعال اقول لك ازاي جبت الخمسة بيج ماج دول بمية جنيه بس بص يا زميني مبارح اصلا كنت قاعد فانا اصلا محمل قبل كيشن ماج فلاقيت جنيه نوتيفي كيشن جيلة جاتلي اللي هو اكسب خمسة بيج ماج بمية جنيه فاللو هو روح تدخل جيلة عشان اشوف ايه الحوار ده لقيت ان انت بتلاعب لعبة جدا واللعبة دي هيفة جدا جدا اصلا واحد جيلة راكب جيلة سكي توب وبيفضل ينقط بقى ويجمع واشعرف كم ده لعبة هطلق جدا الحرفية وبعد ما خلصت لقيت بقولي اللي هو مبروك انت اكسبت خمسة بيج ماج بمية جنيه وروح اسلمهم تاني يوم من الفرع فالكام ده اصلا كان بالليل يعني على خمسة جدا الفجر فنمت وصحيت وقام ما صحيت واخت بعض يباشا روحت على اقرب فرع ماج جنبي وروحت اديتهم الابليكيشن عملوا سكان على الكي ار اللي كان موجود بتاع العرض وادوني الخمسة بيج ماج دول بمية جنيه بس وكل يوم على جدا انا ممكن بكرة العب نفس اللعبة تاني واخد خمسة بيج ماج تاني والفاتورة اهي خمسة بيج ماج ميج جنيه بس بس ادتني الخمسة دول واداتني شوية منديل جدا تعالوا نفتح ونشوف بقى الحوار ده يعني هل هو زي فعلا بيج ماج اللي هو بخمسة واربعين جنيه ولا باززيه لقلبة بتيجي جدا مكتوب عليه من فوق بيج ماج تفتح لقلبة ويتلع لك جدا بالزبط بيج ماج عادي خالص اول طبقة دي بتبقى سوس جدا وخيار والبيرجر بتاعهم وطبقة تانية بيرجر شريحة جبنة وتحت الشريحة سوس كده برضه طيب يبقى شكله تعالوا ندوه بسم الله انا قلت بقى يبقى منقصين مثلا حاجة يبقى مثلا طبقة واحدة بس بش طبقتين يبقى منقصين حاجة معينة يعني عشان عرضه ولكن زي بيج ماج العادي بالزبط بس انا لا متخطيش خاصة يعني عشان مش بحب الخاصة والخضار يعني فانا جايبه جدا لكن ها بيه محدود عليه خاصة عمل الابليكشن بتاع ماك وهتلاقي فيه عروض اكتر من جده بكتير جدا جدا وحاجات جدا بايه خاصة بالابليكشن بس في كمان حوار كمان نقط كمان انت كم كل ما بتشير من عندهم بتاخد بوينت او بتاخد نقط وبتجمع نقط معينة وبتروح تشير بيها حاجة مجانا هناك وانتظروا فيديو قريب جدا جدا تعمل ايه في مات باقل من 20 جنيه ده هينزل ده ده امبر الدنيا ده هيكسر العالم كله ويه بس جدا ابانا جاد اقولتلك ازاي تجيب خمسة بيج ماك بمية جنيه بس شارف كل مكان لايك في كل مكان عايزين نوصل لمية الف قارباء والاستجرام بتاع هو وروح تباني هناك عشان منقدم هناك عظمة جدا جدا واعدي جدا برضو حتيكتوك جدا ويه كان عادة دوسا كوتش سوالك